نتحدث الآن عن قائمة للشروط التركية والسورية لإنجاح هذه المحادثات بين الجانبين وما يمكن أن تضي إليه في واقع الحال قائمة الشروط التركية والسورية لبدء التطبيع بين أنقرة ودمشق نشرها تقرير لصحيفة الشرق الأوسط ووفقاً لما دار في اللقاءات الأمنية السرية بين الطرفين على عدة مستويات مطالب دمشق شملت احترام السيادة على أراضيها ووضع جدول زمني للانسحاب التركي من الأراضي السورية وكذلك وقف دعم فصائل المعارضة إعادة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا منذ 2015 إضافة إلى سعادة السيطرة على معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب وفتح طريق M4 الذي تسيطر عليه قوات سوريا وتركيا وكردية كذلك مساعدة دمشق على تخطي العقوبات الغربية كما تفعل تركيا مع العقوبات ضد روسيا أما مطالب تركيا تشمل التنصيق الجدي ضد حزب العمال الكردساني وجناحه السوري وحدات الشعب الكردية والتعاون بين أجهزة الأمن في البلدين ومفاوضات مع المعارضة السورية المدعومة من تركيا للوصول إلى تسوية سياسية كذلك عودت اللاجئين السوريين إنشاء مناطق منا في حلب ومناطق أخرى شمال سوريا بعمق 30 كم ومساعدة وتسهيل عمل لجنة الدستور السورية في الوقت الذي لا تزال فيه موسكو متمسكة برفض انعقاد اللجنة الدستورية السورية ترجمة نانسي قنقر